اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اي تقريبا في الاندلس وبلاد المغرب الكبيرة وزي ما احنا عارفين طبعا ان الاشكال الفخرية دي مدقوقة قطع قطع بحرفية عالية جدا جدا ما بتسمحش لأي ايد تقدر تعملها غير في المملكة المغربية تخصص يا جماعة تخصص اتحاد القورة الجزائري هو ما تفاجئش بشكل التشيرت الجديد اللي كان مسروق منه النجمة التامنة وطبعا الزريج المغربي على التشيرتات بتاعتهم لا هو اكيد طبعا كان فيه عرضه طلبه كلام دوت فانا عايز اقولك ان الفساد الاداري في الاتحاد الجزائري لقورة القدم وهو هو سبب الفتنة ما بين الشعبين طبعا انا بتكلمش على قورة بس انا بتكلم على العموم وهي السياسة السيادية لمن الدولة الجزائرية اللي انا عايز اوصله لحضرتك بالعقلية كده وبالراحة واحدة واحدة ان الاتحاد الجزائري لقورة القدم من الاخر كان متعمد اللي هو يسرق النجمة التاملة المشهورة بيها المملكة المغربية وسرق كمان الاصالة والعراقة في الاشكال الهندسية للزريج المغربي طبعا في التشيرت الجزائري كل دوت عمل بلبلة في الفترة الاخيرة جدا لدرجة ان شركة قديدس وانا اعرف ان فيه قضية كبيرة جدا اترفعت او على الاقل من تحت باب الاستجواب بالنسبة للمملكة المغربية لشركة قديدس ازاي تسرقه حاجة زي دي طبعا انا مش عايز اقول لك ان شركة قديدس ما كانتش تعرف ان دوت الزريج المغربي لا هي عارفة لكن لما الاتحاد الجزائري طلب بالشكل ده بالزاد مع بعض تغيير الالوان هم مرفضوش ومقال لك مش مشكلة معانا هم هنعمل لهم التشيرت اللي هم عايزينه لكن ما كانوش يستوعبهم ان اصدام المملكة المغربية ان ازاي حاجة زي كده تتسرق من عندنا ودي تعتبر رمز من رموز الاصالة والعراقة للمملكة المغربية ما كانوش متخيلين حجم المشكلة والحجم المطلب الجماهير المغربي ازاي الاتحاد الجزائري وازاي اصلا التشيرت الجزائري يلبس حاجة خاصة بنا احنا فعلى العموم العقد النهاردة اتفسخ ما بين شركة قديدس والاتحاد الجزائري لقرة القدم بعد الخسارة الفادحة لشركة قديدس طبعا الخسارة كانت عن طريل اموال ومش على صمع على فكرة يا جماعة الاعلام الجزائري لما تلقى وقال احنا فسكنا العقد مع شركة قديدس بسبب التشيرتات والكلام دوت انتو لو فاكرين اولا ما شركة قديدس نزلت على البوست على تويتر عندها الشكل الجديد للمنتخب الجزائري المنتخب الجزائري قالك ده دوت حاجة بسيطة جدا ده دي العراقة بتاعتنا دي رموز من رمز الدولة الجزائرية وا 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 طبعا كل دوت باع مع فسخ التعاقد النهاردة يعتبر دوت تجزيب لهم من لسانهم يعني هما العادي بتاعهم كذبين منافقين يعني حد سؤالها حركة احنا مش هنتكلم في الموضوع ده كتير احنا في ايام مفترجة وانت لسه موجود معانا في الفيديو فضلا ولايس امر اللايك عنيه في الفيديو سبس كراب للقناة يدعمنا كتير جدا جدا عاشة المملكة حرة مستقلة بعيدا عن الاعداء وسوق الجار كما وكيلها الحسن الثاني رحمة الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة